لكن هذا الشخص أنا نقول كأنه عنده داء الكلب تنكلب هذا يبشي تهجم بهذه الطريقة على امرأة مناضلة معروفة ليس فقط في الجزائر بنضالها ونزاهتها ليس فقط في المغرب والمشرق ولكن دوليا هذا جزء من رضي حزب العمال على عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الذي وصف الوزح النون زعمت حزب العمال بالمرأة القبيحة والرديئة والبالية حرب مسعورة بين مقري وحنون يستند فيها زعيم حمس في هجومه على لويزا بموجب قاعدة السن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم كل ما جاء في رسالة مقري رئيس حركة مجتمع السلم عنده احتعال مع السياسة هو تهجم وحشي تعمون حارف سياسي تأشير سياسي تبلطقة سياسية لأن لم تكن ولا كلمة عند علاقة مع السياسة لويزا حنون المرأة الوحيدة في تاريخ الجزائر التي تخد غمار الانتخابات الرئاسية ولثالث مرة على التوالي تتهم زعيم حمس بعمالته للخارج وتؤكد انتمائه لمنظمات أجنبية تعمل على تخريب البلاد هذا موشي اتهام هذا واقع ما يقدرش ينكرهوه إنه سكل تعرف باللي هو كان رئيس منظمة غير حكومية عفريدم هاوس وهو أيضا ناشط في منظمة واحدة أخرى واسمها أنستيتيو كارانجي محط كارانجي الأمريكي وهذه المؤسستين الأمريكيين معروفة بالكراهية الفلسطينيين هما منظمات لنشط فيها صحينا حزب العمال يعتبر تصرفات مقر فرادية ولا تمت بسرط بحركة مجتمع السلم البريئة من كلام مقري برأة الذئب من دم يوسف ما نخلطوش مع حركة مجتمع السلم لأنه تصرف شخصي وحنا من البارح تلقينا مكالمات هاتفية تعتضمن وتا استنكار تاحت منظمين من حركة مجتمع السلم وأعضاء مؤسسين وقيادين من حركة مجتمع السلم بعد الحال نحتفظ على الحق اللجوء إلى العدالة هذا حقنا ولكن نستشر المحامين تالحزب ونحن نخذب على اعتبار رأيهم هكذا تمارس السياسة في الجزائر اتهامات بالمجان ضرب تحت الحزام قد تبرر في نهاية المطافة بزلات لسان